مساء الخير عليكم ويا رب تكونوا بخير. طيب النهاردة انا هتكلم على الموضوع مهم جدا. وهو ازاي تاخد معاد للحجز على اي تأشيرة طبعا زي ما انتم عارفين حاليا بقى في حاجات مستفزة ان في ناس بتطلب فلوس كتيرة عشان بس تحجز لك معاد. لان ما فيش طريقة انت تعرف بيها ازاي تحجز معاد. في الفيديو ده انا هقول لك ازاي تعرف تحجز معاد بنفسك بسهولة ومش محتاج تدي فلوس لاي حد عشان يحجز لك معاد. دي هتكون مجموعة فيديوهات انا هنزلها والنهاردة انا هتكلم ازاي تحجز معاد للتقديم على تأشيرة في المانيا. طبعا معروف المانيا تابع لمكتب كنتاك. فخليكم معايا لنهاية الفيديو وهقول لكم ازاي نحجز المعاد خطوة بخطوة. طيب زي ما حدرتكم شايفين ده ده الموقع الرسمي وانا هسيب الموقع في وصف الفيديو في المثبت اسفل الفيديو. طبعا ده بيقول لك ده الخاص للتقديم على المانيا. وهنا تحت بيقول لك ايه ان خطوات عمل الفيزا او حجز المعاد لاخذ الفيزا. هندوس هنا على مكتوب هنا هنضغط عليها. زي ما حدرتكم شايفين بيقول لك اول حاجة انت محتاج تعملها حجز الموعد. حجز الموعد للتقديم على التأشيرة. تمام? وبيقول لك ان هنا المسؤول عن تقديم التأشيرة بالنسبة لالمانيا ما فيش غيره هو تمام? لازم تحجز عن طريق الويب سايد ده. ده الحجز المعادل الوحيد. هنضغط على الدخول. هيظهر معايا زي ما حدرتكم شايفين. هنا طبعا هنعمل تسجيل. مستخدم جديد. هيفتح معنا الصفحة الاولى. طبعا الايميل. هتكتب الايميل بتاع حدريدك. وتحت هنا هتأكد الايميل. تمام? هتكتب هو هو نفس الايميل. تحت بعدين هنكتب على الباسورد. طبعا هنختار باسورد يكون فيه حرف كابتر ورموز. وحرف وهنأكد الباسورد وهندوس على وهندوس على ايه? تسجيل. هنا تمام كده هندخل على الايميل. هيجي لنا صفحة على الايميل زي ما حدرتكم شايفين. هندغط على الرابط ده عشان نأكد الحساب. زي ما حدرتكم شايفين? اهو. تم كده تأكيد الايميل. هيفتح معي الصفحة دي. هنا اللي هي عبارة عن الشروط. يعني المعلومات اللي ان انت المعلومات والشروط لو انت حابب تقراها. طبعا لازم هتدوس على ييس ان انت موافق. وهننزل على تحت. هنا بيقول لك بقى ايه ان انت لو عايز اه بروميشن اه لكلام ده يعني بالتليفون بالايميل بالرسائل بتقطط براحتك ايس او نو. كل واحد ايه هيختار اللي يعجبه. وهندوس على ايه كنفيرم. هنا ايه تم التأكيد. هنا اهو لازم تفتح تحت اهو خالص. طبعا اه لازم تعمل الابليكيشن وبعدين تاخد المواد. هنا هندوس على تحت حجز الابليكيشن او كتابة الابليكيشن. هيظهر معي الصفحة دي المعلومات المطلوبة لحجز المعاد. تمام? هتفتح معنا الصفحة كتابة البيانات المطلوبة لاخز المعاد او العمل فورماليك على الويبساين. طبعا هنشرح الخطوات دي ازاي نملاها وبنملاقي فيها. زي ما انتو هتشوفو دلوقتي. طيب هنختار هنا بيقولك اه الهدف من الزيارة ايه? طبعا هنختار السياحة. اللي هي من تسعين يوم. تمام? دي اللي هي الزيارة القصيرة. تمام? وندوس على بعدين هنا ايه? هتلاقي البيانات بتاعتك اتكتبت على طول لان هي مسجلة. معدل ايه? الحاجات اللي عايزة تتعدل. تمام? زي هنا بيقول لك اكتب الاسم زي ما المكتوب. هتكتب الاسم الكامل بتاعك هنا. يعني اسمك الربعي. هنا تحت تاريخ الميلاد. هنكتب تاريخ الميلاد. بعدين هنا الجنسية الدولة. هتكتب مسلا مصر والبلد اللي حضرتك عايش فيها مسلا كايرو. هنا بيقول لك نوع البسبور ايه? طبعا نختار الاختيار الاول البسبور العادي. وهنا بيقول لك رقم البسبور. هنكتب هنا رقم البسبور بتاع حضرتك. هنا بعدين رقم التليفون. المحمول وهنا بقى بيقول لك تاريخ السفر. ده معناه تاريخ السفر. انت حابب تسافر تاريخ كام? يعني ده تاريخ السفر اللي انت حابب تقدم عليه وياريت تكون التاريخ ده قبل التقديم على الاقل شهر. على الاقل شهر. لان ساعات التأشيرة بتاخد وقت. فهنا كل واحدة هيكتب التاريخ السفر بتاعه اللي هيكون هنا اه اربعة وعشرين واثناشر. تمام كده? وهندوس على ايه? هنا طبعا نسيت اكتب رقم الاتنين الكود بتاع الرقم. هنا هنكتب اتنين. هنزود اتنين قبل الزيرو. كده تمام? وندوس على زي ما حالاتكم شايفين اهو. كده عمل لي الفورمة بتاعتي. تمام? هنا في حاجة بيقول لك لو عايز تعدل. ولكن لو كده تمام متأكد من بياناتك. بتدوس على تمام? هنا بيقول لك لو انت دست مؤكد مش هتقدر بتعدل اي حاجة من البيانات اللي انت كذبتها. فانت لو متأكد من بياناتك دوس على يعني انت بتأكد ان بياناتك تمام. تمام كده? بيقول لك هنا هيبعد لك آآ رسالة تأكيد على الموبايل اللي انت كاتبه. فبيقول لك عايزه عن طريق الواتساب ولا الفايبر ولا عن طريق رسالة عادية. طبعا انا هنا مسلا هختار على آآ الواتساب مسلا. ودوس على وتدوس على كده مفروض بعد لرسالة على الواتساب. الرسالة دي او الرقم ده الكود ده هكتبه تحت. تمام? كده بعد اهو والرقم اللي وصل لعا الواتساب هكتبه دلوقتي. زي ما حضركم شايفين? ده الرقم. ودوس على ايه? تأكيد. كده تمام. هيفتح الصفحة لبعدها. هنا بقى هيفتح لق صفحة الموعد. لازاي تحجز المعاد. فهندوس على وننزل. هنا مسلا شهر عشرة مفيش في موعيد. لو هتضغط فوق حداشر. برضو مش هتلاقي موعيد. ليه بقى? لان انا بسجل فيماعات متأخر. فطبعا مفيش موعيد. فانت عشان تلاقي موعيد لازم تكون الصبح. يعني هنا في شهرة واحدة هتلاقي اهو موعيد. بتختار هنا المعاد اللي انت عايزه بتدوس عليه وبتختاره. تمام? يفضل ان انت هتفتح الموقع الصبح. بعد كده لو انت ايه? بتدفع ثمن المعاد. وتعمل وكده خلاص كده حجزت المعاد وبتروح المكتب في المعاد بتاعك المحدد. كده انت عرفت الطريقة بسهولة وازاي تحجز معاد. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم بفيديو جديد.